موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأه مع صحيفة الڭارديون التي نشرت تحت عنوان العراق يدعو واشنطن إلى شن ضربات جوية على داعش جاء فيه طلب العراق الأربعاء من الولايات المتحدة شن هجمات جوية على متمرد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم بعد أن أعلنوا سيطرتهم الكاملة على أكبر مصفات لتكرير النفط في بيجي وفي الوقت الذي تستمر فيه القوة العراقية في مواجهة مسلح داعش لاستعادة السيطرة على مدينة تلعفر شمال الموصل صرح وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري بأن العراق يطلب التدخل عاجلاً من الولايات المتحدة لشن هجمات جوية على المسلحين وقال شهود عيان في مصفات بيجير البترول الواقعة بين الموصل وتكريت والتي استولى عليها مسلح داعش الأسبوع الماضي إن هناك متمردين في داعش متواجدين داخل المباني الإدارية لمصفات بيجي وتشير الصحيفة إلى أن فقدان السيطرة على مصفات بيجي يشكل ضربة قاسية للقوات العراقية التي استسلم منها حتى الآن أكثر من خمسين ألف جندي منذ الأسبوع الماضي من جانبه حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر الغرب من أنه لا يمكن تجاهل الأزمة في العراق خصوصاً وأن قيام متطرفين إسلاميين بلشكل دولة في العراق يهدد الأمن القومي نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة التايمز التي نشرت تحليلاً لكاثرين فيليب بعنوان المالكي يحور الأزمة العراقية إلى فرصة جاء فيه تقول فيليب إن الولايات المتحدة أوضحت أنها تريد أن يستقل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ولكن جعله يمتثر لرغبتها أمر مختلف تماماً وتقول فيليب إن واشنطن أخفقت مراراً في إجبار المالكي على تنفيذ ما تطلبه حتى في أوج تدخلها العسكرية عندما كان لديها أكثر من ثلاثمائة ألف جندياً على الأرض والآن مع رحل القوات الأمريكية أصبح نفوذ الولايات المتحدة في أقل صوره وتضيف أن تقدم المسلحين جنوباً تعثر في الأيام القليلة الماضية نظراً لعدم وجود مناطق حاضنة لهم هناك وقد طلب العراق من واشنطن شن هجمات على المسلحين ولكن لم يعد لها حاجة مستة الآن لمنع هجمات على العاصمة وتقول فليب إن المالكي يغتنم الأزمة مستخدماً تهديد المسلحين السنة لحشد الشيعة وراءه مصوراً نفسه على أنه القادر على إنقاذهم من كارثة هو شخصياً مسؤول عنها إلى حد كبير وترى فليب أن تعمق الفجوة المذهبية والطائفية أدى بالساسة الشيعة الذين طالبوا سابقاً بإقالة المالكي إلى تأييده ودعمه وتقول فليب إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على أن المالكي سيحاول التقارب مع السنة ومنحهم حصة من السلطة وقد أوقفت رسمياً المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابة نيسان ونقلت فليب عن لبروفيسور توبي جوج الأستاذ في كلية لندن الاقتصاد الذي أعد كتاباً عن حكم المالك السلطوي قال إن المالكي لا يمكن أن يغادر السلطة طواعية وتقول فليب إنه في حال استقالة المالكي فإن بديله سيكون من ائتلاف دولة القانون التحالف الشيعي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات نيسان وسيتطلب موافقة رجال الدين الشيعة كتب فيصل قاسم مقالاً في صحيفة القدس العربي بعنوان ادفنوا صواطركم الطائفية والمذهبية قبل أن تدفنكم قال فيه يتواتر الحديث مجدداً عن أن العديد من بلادنا العربية دول لتاريخية أي أنها كما وصفها هيري كيسينجر أنها مرسومة بالقلم والممحة وبالتالي يمكن إعادة رسمها بالقلم والممحة ولعل أفضل وسيلة لإنجاز تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ هو اللعب على وتر الطائفية والقومية والمذهبية والمناطقية لقد أصبح التحريض المذهبي والطائفي في المنطقة أسهل من شرب الماء مع العلم أن الدول التي تحترم وحدتها الوطنية سنت قوانين غاية في الصرامة لحماية نسيجها الوطني من مجرد تلميح عرقي أو طائفي لكن في الوقت الذي تحافظ فيه الدول الغربية على نسيجها الوطني واللحمة الداخلية وتحميها من التفكك بضراوة عز نظيرها نجد أن التلاعب بالوحدة الوطنية في العالم العربي أصبح مضى فقد قام الغزو الأمريكي للعراق في المقام الأول على سياسة فرق تسد التي كما هو واضح حتى الآن حولت العراق إلى ملل ونحل وطوائف ومافيات متصارعة ومتناحرة بعد أن كان العراق يفخر بأنه لم يعرف التمييز بين عرق وآخر أو طائفة وأخرى على مدى أكثر من ثمانين عاما وبدورها تواجه ليبيا خطر التقسيم على أساس إقليمي ولا يقل الأمر خطورة في السودان فلم يكتفوا بسلخ الجنوب بل هناك كلام عن تقسيم البلاد إلى دويلات ولا يقل الوضع قتامة في اليمن الذي بات عبارة عن إقطاعيات متناحرة متى يتوقف الشحن المذهبي والممارسات الطائفية والعرقية والقبائلية في المنطقة على كل الصعد الرسمية والمعارضة والإعلامية يجب أن ترتفع الأصغط في كل مكان لفتح الطائفية وملاحقة المرويجين لها وتحذير الحكومة والشعوب على حد سواء بأن سيطرة طائفة على طائفة لم يعد ممكنا لا بل أصبح يهدد وحدة الأوطن وربما يؤدي إلى تشضيها نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الحياة حيث كتب جمال خاشقجي مقالا بعنوان أنقذوا سوريا فلقد ضاع العراق قلفي هل اطلعت أخيرا على خريطة سايكس بيكو الأصلية؟ إنها تضم الموصل إلى سوريا الكبرى وهو ما يحصل حاليا فهل هو إعادة الأمور إلى نصابها وعودة الأصل إلى الفرع والفرع إلى الأصل؟ هل تذكرون من قال ذلك أول مرة؟ الدولة تفهم أيضا في التاريخ وتحلم بدولة الخلافة وعينها على الشام يجب أن لا تغيب هذه الحقيقة وسط مزاعم بأنها صنيعة إيرانية ومتحالفة مع بشار فهذه استنتاجة فقط وليست حقائق يجب التسلم بها نعم لقد تعاملت داعش مع النظامين واستخباراتهما تحت الأرض ولكن الأحداث الأخيرة تكشف أنه كان هناك تبادل منافع بين الطرفين لكل منهما هدف متعارض مع الآخر إنقاذ سوريا هو بمنعها من السقوط بيد الدولة وهذا بالطبع لا يكون بإنقاذ بشار ونظامه فهو أصل البلاء الذي أخرج كل هذا الشر فما هي إلا مسألة وقت وسترسم الحدود بين دولة داعش والعراق الشعي جنوبا أما الحدود مع إقليم تركستان فهي قائمة أصلا ولكن ستنتقل مسؤولية مواجهة الأطماع الكردية في كاركوك وما حولها من الحكومة المركزية سابقا في بغداد إلى ديوان أمير المؤمنين في مقره السري وفي النهاية سيتوافق الجميع على حدود ومعابر وإجراءات انتقال بالطبع لم يوقع اتفاقها في مقر الجامعة العربية بالقاهرة ولكن ستكون من باب الأمر الواقع المعارك المقبلة ستكشف مدى نضج داعش والغالب أنها ستتوقف عند أقصى مدى في الجنوب مثل ما تفعل الآن مع أكراد الشمل ترتاح قليلا وتستفيد من العجز الدولي الولايات المتحدة بالتأكد لم تقدم على حرب فدحر داعش لن يكون من دون حرب كاملة لا تقل عن غزوها العراق أو أفغانستان وأمريكا أوباما لا تريد حروبا مثل هذه بل حتى ما دون ذلك وإيران تعلم أن الهدنة مع القاعدة داعش قد انتهت المضادات الجوية التي منعتها الولايات المتحدة عن الثوار السوريين باتت متوافرة لداعش ولن يمنعها أحد من نقل بعضها إلى سوريا مثل ما استيقظنا قبل أيام على خبر سقوط البصل سنصح قريبا على خبر سقوط حلب وما بعدها بيادي داعش هل هو خبر جيد؟ لمن يريد الخلاصة من براميل بشر المتفجرة يوميا ومن إهمال المجتمع الدولي ويرغب أخيرا في بعض من السلام فإنه سيقبل بداعش نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالة لطارق الحميد بعنوان داعش حالة لا طائفة جاء فيه صحيح أن الشيطان في التفاصل لكنها تفاصل لا يمكن تجلبها خصوصا أنها تناقش أمراء التفاصل الدامية في منطقتنا فمع الأزمة العاصفة في العراق وبروز ما بات يعرف بتنظيم داعش الإرهابي تركز الحديث الآن على أن التطرف في المنطقة هو صفة سنية والحقيقة التي يجب إدراكها هي أن داعش الإرهابي حالة أكثر من كونه طائفة ففي منطقتنا هناك داعش الرئيس وداعش رئيس الوزراء وداعش الحزب الممثل في دولة كما لدينا داعش الميليشيا المسلحة وجميعهم يقترفون نفس الجرائم التي يقترفها تنظيم داعش اليوم في العراق ونفس داعش الذي يقاتل الجيش الحر في سوريا بدلا من أن يقاتل نظام بشار الأسد الإنجرامي نقول إن داعش حالة وليس طائفة ولأن ما يفعله حزب الله في سوريا ومثله عصائب الحق الشعية العراقية ولواء أبي الفضل العباس هو نفس ما يفعله داعش بالعراق الآن ومثلهم فيلق القدس الإيراني كما أن ما يفعله الأسد نفسه وقواته بحق السوري هو داعش كذلك ومن هنا فإن داعش حالة وليس طائفة وما يجب أن يعيه الغرب وعلى رأسه الأمريكي أن التطرف والإرهاب لا يولدان إلى التطرف والإرهاب وإن كل داعش سيقابله داعش ولذا فلابد من حلول جذرية لنزعفة للأزمة وإلغاء مسببات التطرف والإرهاب وبالتالي فلابد من حل سياسي حقيقي في العراق وتحرك جاد في سوريا وإلا فإن المنطقة برمتها بقبلة على ما هو أسوأ حديث صحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل إلى صحيفة الأنباء الكويتية التي نشرت تحت عنوان استطاع الثوار في سوريا كشف نفق يقع في حي جوبر بدمشق يصل طوله إلى مئات الأمتر وقد قام النظام السوري بحفره تحت أحد الأبنية التي يتحصن فيها بهدف اقتحام وتفجير مقرات الثوار بحسب فيديو نشره ناشطون على موقع يوتيوب جاء ذلك خلال عملية كسر الأسور التي تبناها عناصر جيش الإسلام وجند دمشق العاملين في حي جوبر الدمشقي حيث استطاعوا كشف هذه الأنفاق وتفجير جميع الأبنية المحيطة بها والسيطرة على الأبنية المحيطة بها وأظهر الفيديو أن النفق متشعب وله عدة طرق وقال القائد الميداني إن الغرض من بناء النفق إسقاط مباني تابعة للثور واقتحام أنفاق أقرى نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة يني شفق التركية التي نشرت مقالا تحليليا بعنوان تصعيد خطر جاء فيه تناول الكاتب جتين أرجتين الزلزال السياسي الذي أحدثه سيطرة تنظيم الدولة العراق والشام الإسلامية على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق ومن ثم على بلدة بيجي التي توجد فيها أكبر مصفات للنفط في العراق ويقول إن هذه التطورات قلبت الموازن داخليا وخارجيا ودفعتها نحو ترتيبها من جديد زر أحتمالات نشوب حرب مذهبية قد تشعر المنطقة برماتها ويضف جتين إن المباحثات الدبلوماسية لإحتواء هذه الأزمة بين الأطراف السنية والشيعية وكذلك الكردية قد وصلت إلى ذروتها متزامنة مع بلوغ أوراق الضغط على الآخر إلى أعلى مستوى لها بين الأطراف وبينما تحاول طهران كسب الأكراد إلى جانبها من جهة مع توعدها بالتدخل عسكريا في العراق من جهة أخرى أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها القاطعة لأي تدخل خارجيا في هذا الشأن ومع هذا الإعلام يشير جتين إلى أن السعودية بعثت رسالة إلى واشنطن أيضا وحول المكون التركماني في هذا البلد يذكر الكاتب أنهم باتوا وسط هذه المواجهات وأنهم سيكونون الخاسر الأكبر في حالة حدوث مجازر وأن هذه البوادر قد ظهرت بعد استهداف الأغضيات والنواحي التي يغطن فيها التركمان من الطائفة الشيعية من قبل تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية بعد إدراء القنصل الإيراني في مدينة السليمانية زيارات تفقدية لهذه المناطق والتي انتهت بطلب التركمان المساعدة من تركيا والتدخل لحماية أرواحهم نواصل مشاهدين الكرام مع موقع زمان الوصل حيث كتم سامر رضوان مقالا بعنوان حزب الله وداعش خوة الرضاعة قال فيه أطرف ما جادت به علبة الشعارات المبسترة في الفترة الماضية ما صرح به أمين عام حزب الله اللبناني الإيراني المشترك بأن الطريق إلى فلسطين يمر عبر سوريا لكنه نسي أن يدلن على الشخصات المرورية التي قادته إلى هذا الاستنتاج السوريالي الأدهم وانطلاقا من اسم الحزب المتحرر من وزنه المادي والتاريخي نجد أن نية في الاحتكار كانت نواة التأسيس منذ انسلاخه عن حركة المحروم إلى أن أصبح حزب الرب وحزب الحقيقة وحزب الفضيلة وحزب المقاومة وحزب الأنظمة لاستبدادية القمعية بعدها الفروق الفاصلة بين كلا التنظيمين باعش وحزب الله من الناحية التوصيفية تكاد تتطابق في وحدة الشكل والنهج وحتى الأسلوب كلا الحزبين قام على أيديولوجيا دينية لا تقبل الآخر إلا بوصفه تابعا تاريخيا ملوثا بالدم ونشاطهما مرتبط بتصفية الآخر المختلف والناقد يسقط الطيار اليساري المتحد لقو المناصر للأسد في تأسيس جدل شالح ولابس بدلا من صاعد وهابط وقد مروا بمرحلتين شلحوا عقولهم حين أصابهم الهلع من داعش التي تريد إقامة دولة إسلامية في العراق والشم لكنهم لبسوا صمتا واقحا حين صفقوا لداعش أقدم من حيث التأسيس والأحلام والخطابات العلنية وهي تريد فرض الدولة الإسلامية المماثلة نفسها وإنما بشريعة مفصلة بمقاسات الاستبداد الفقه وبمناصرة نظام يدعي علمانية الوجه وكلام لا يصب في تذكية الخطاب الطائفي المقيت الذي انتشر بتجاوب مذهل مع إرادة الأنظمة التي تمت الثورة عليها بل مما بنقض الخطاب المعلل بالموافقة هنا والاعتراض هناك على الخطة ذاتها والبنية الأصولية نفسها نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة أكسجين مقالا للدكتورة سماح حدايا بعنوان دم ولحم وأسطورة قالت فيه في اجتداد المحن والفجائع تحتاج الجموع إلى عاطفة إيجابية صادقة لكي تقوى والأوطان تحت عواصف الثورات الكبيرة وضعها شبيه فهي تهرب مواب للنظريات السياسية الجافة إلى شيء يلم شمل ألامها ويحتوي أملها إلى ما يرتبط بفكرة الخلاص والنجاة ويغذيها بالقوة لذلك تحتاج في خوض معركتها إلى روح البطولة وإلى قوة الأبطال الشجعان لكي تستمد رمزية الصمود والتضحية فالثورة التحرورية وانتفاضات الجماهير على ظلمات القهر والاستبداد تواجه رددا شديدة من العنف والإرهاب من طرف الطغاة المجرمين مما يضعها أمام متطلبات تضحية هائلة وقتال ونزيف دموي لن يقدر عليه إلى الأبطال والشجعان والمؤمنون والمتسلحون من روح البطولة والفداء إذ يستطيع هؤلاء الذين تنجبهم الحرية من رحم المعاناة والنضال والمقاومة أن يحملوا في ذواتهم وأفعالهم طاقات الحلم والأمل ويرتقوا في خضم الأزمات والمهالك والمخاطر إلى رموز خلاص وإلى مخلصين البطل الشجاع الطامح للكرامة والحرية والعدالة على الرغم من كل الظروف القاسية القاهرة يمنح الثورة كثيرا من طاقة الاستمرار ويحفز الخائفين لكي يثوروا ويتحرروا من الخوف والخنوع ويكسر قيود الظلم والذل إن تضحيات الأبطال هي الشرارة التي تشعل الإرادة الحرة في الآخرين وتحركهم نحو النضال والنصر فتضحية البطل فعل ضروري وعنصر عظيم للنصر ويحمل عاطفية نبيلة وتعاطفا عميقا وتتجلى رمزيته عبقرية الشعوب الحرة المناضلة المجاهدة وقوة إنجازاتها فهي تصنع البطل في فلسفتها وأدبياتها ومخيلتها ثم تبحث عنه في واقعها ليحمل احتياجاتها الملحة ويصبح أكثر إيجابية وإنتاجية إذ يقوم بفعل الثورة العظيم وينساب في ضمير الشعب كالحلم ليتحول إلى حالة شديدة القدسية والأهمية شبيهة بحالة الصالحين الخالدين وتسهم الدماء والتضحيات التي يتعمد بطهارتها في تأجيج الفعل الثوري وإشعال المزيد من نار الثورة نتابع مع مقال الدكتورة سماح هدايا دم ولحم وأسطورة تقول تتجذر صورة البطل الفدائي المضح الشهيد في الوثائق الواقعية لأي ثورة نبلة وفي الأدبيات الدينية وفي الحكايات والأساطير فهي تمثل الصورة الرائعة للكمال الإنساني التي نريدها ونفتقر إليها بحكم ضعفنا البشري وتقاعسنا الإنساني وإخفاقنا في خوض المعارك غير المتكافئة وتستطيع صورة البطل أن تختزل الخبرة الجماعية والجمعية التي تشكل جوهر الفرد والمجتمع وتقوّل إرادات فالبطل يجسد الأحلام والأنفس العظيمة المتطلعة إلى الخلاص والعاملة عليه والمستعدة للتضحية في سبيل الهدف الأنبل هدف الحرية وهدف الحق يحمل بعطائه السخي السمات العظيمة للبشر المتميزين وقوة النفس ويخوض بقوة وإرادة وشجاعة غمار الصراع ترفض النماذج البطولية حالة الضعف والتواني وفي استشهادها قوة لا ضعف لا يليق بهؤلاء الشفقة والتباكي ولطم الخدود كما لدى الضعفاء ولا التحسر عليهم ولوم الواقع يليق بهم أن نقوى بهم وبتضحياتهم ونتعملق في فعلنا ونضالنا ونتشارك معا قوة التضحية المعنوية والواقعية يليق بهم إجلال أعمالهم واحترامهم وتقدير إنجازاتهم وتضحياتهم وتقبل فاجعة مقتلهم على أنها هدية ثمينة لكي نتابع العمل والجهاد من أجل الحرية والكرامة والعدل ونستحق هبة بطولتهم التي أرادوها من أجل شعبهم ومن أجل محبة الأرض ورضى السماء ومستقبل الأجيال والأمة يناضل البطل ويبذل دمه من أجل الحياة بحرية وكرامة وعدلة ويصير الأقوى لأنه يجمع في بطولته الواقع النضالي والخيال الحالم بالفوز والانتصار وينتهي إلى أفاق لا نهائية لحظة يكون احتمال الموت قويا وضروريا للحياة وعندما تغيب علامات الضعف والعبودية المستترة في مخاوف الخطر المحدق يكفين تكسيرا لصورة أبطال الثورة السورية يجب التوسع في سرد بطولاتهم الحقيقية لكي تكون أدبيات أمل ومقاومة البطر نار الثورة وغار النصر إنه حالة تمايز وتميز يموت كما سيموت كل إنسان على الأرض لكنه يموت ببطولة وجرأة وكرامة وإيمان ومن غير أن ينحني للتذلل والعجز والضعف ويكتفي بعيش دنيوي ضيق إنه رافع الجبين يجري دائما وراء ما هو أوسع من خرقة الجسد الفاني ومادية وجوده البشري الآني إلى الكمال القيمي والخلود الروحي لكي تستمر الأمة بالحياة وفق شبوط جديدة صالحة وتحقق سيادتها وإرادتها الحرة المكينة ولكي تستمر حركة التاريخ وتسمو حركة الحياة نحو العلا بهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشهر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى